رضي وحب المساكين إلهي نجينا من كل ضيء للدنيا وضيء الآخرة صلى الله تعالى على خير فلتك سجدنا مولانا محمد وعلى آله وصلاب الأجمعين برحمتك يا محمد راحبين أه لا لا إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بأعاد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا برحل الله صلى الله عليه وسلم فضاء الله العظيم باستان ويساك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وفنده ما بكاته وكوم الان دور دور دوريكس دخ ومد ذكر من الله سبحانه وتعالى أنزه خليفة محمد رسول الله سبحانه وتعلم سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ما خلق سبحانك 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 فقنا ربنا 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 إننا سمعتنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم سامنا ربنا فوحر لنا ذنوبنا وكبر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى ربنا ربنا وآلاتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف بي عادت صدق الله العظيم خفزنا يا لا تحمل ما سو قربان يا رسول لا تحمل 겼 اللهم نار تکبیر نار رسال حضور خواجہ خواجگاہ آستان سدیک اکبر آستان شادپور شریف آستان سلیال شریف مزور خواجه بیرسو في ارشد محمود صاحب مزور خواجه بیرسو في باسف محمود صاحب دار تکبیر دار رسال آستان شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 لكن المترجم لك الله لا يوجد من أنه أصدقائم ونشاء الله يحصل على طبيعه يذهب إلى كل طبيعه لكنه هناك يجري إنه يوجد كذلك ولم يجب أن نعرف أن يكون من أحياني لحOD Garcia يحيث تلك المشارات والموكلة من أحياني وأحياني أحياني ًا هناك موائي موسيقى وحسب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ستترونه وران بأنه الاني لده ويضا او ونه فانه مفتح فانه والاني لده ادخاله لله أعيقاله اه أسطور انه مفتح بينه أو او ويوم باصل احده خاصه انه ليس ليس كل شيء. ليس كل شيء. يقوله وalamهم هناك ي يمكن concluser وهم يعيه وهم يكونون حالي هناك شيء هناك شيء يجب ان اعرف عندما ايجابه عندما نيست شيء في كلامة من منهم أحيانا الرجال يقولون ان الله وعلى الله تابعين أن تتعيث وفرحي الشيئ أقل المنزل 他是 أقل المنزل محاولة أقل أقل تعليم الأقل أقل 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 أكلم أقل 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 هذا في هذا القول فهم معنا وأطواق أقل أتتعي أم يتمين وعبت رعبها كيف يمكننا الحقيقة كيفية؟ موسيقى موسيقى الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 ولم يكن له كفواً أحد حق الصورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط التي نعنف عليهم قدر الهضب عليهم والطالب حفظ رشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم قدعت الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حفظ رشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبي محمد وعليه وأصحابه وسلم حتى كلمة شيء بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق يا الله يا الله حق يا عزيز 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 يا وحاة يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم البكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم البكيل نعم المولى ونعم النصير رضا اللهم قادي الحاجات يا بادي الحاجات حقيا ذافيا عن بنيات يا ذافيا عن بنيات حقيا حل المشكلات يا حل المشكلات حقيا كافيا المحمات حقيا شافيا الأمراض حقيا منسل البركات حقيا مسبب الأسباب حقيا رافع الدرجات حقيا مجيب الدعوات حقيا مجيب الدعوات حقيا أمان الخائفين حقيا خير الناصرين حقيا دليل المتحيرين حقيا مستغيثين حقيا مفرح المحزونين موسيقى رب Highgemeine مغلوب uma fantasia رب illegally مغلوب uma fantasia cassاء الله يا رendsنا يا رهيم يا أرهم العرحيم يا الله يا الرحمن يا رحيم يا رحمن الرحيم حقا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله علي أقدر اللهم أستغني بستر كالجميل أقدر أشير صلى الله على أبيله محمد وآله وأصحابه وسلم اللهم أعلى حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم Now to the next phase of the routine for the shajrashif and to do khafi zikr and to do loud zikr We're going to select a brother to read the shajrashif which is the golden chain of names Starting from the Naam Muhammad ﷺ and generation by generation coming to our Quran share I would request to all who are present to focus on yourselves making connection with Allah The way we do this Sufi meditation is that we will close our eyes we will lower our heads towards our hearts we will seal our lips and we will place the tongue of the upper palate of the mouth and through the nose we will breathe in the name of Allah and exhale And you will listen to the shajrashif inshaAllah Once the shajrashif has been completed inshaAllah the shaykh will initiate the loud zikr of Allah Allah to the right and Hu to the left I request to all that you do in one voice and inshaAllah you will feel the luttuf of this dunya zikr collectively inshaAllah To leaders in the recitation of the shajrashif I'll add to you by Sufi Umar-Saw from Leeds أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أروا وكانوا يتقون نقشب الزعان 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 نقشب الزع صدقاء باب محمد صل اللہ علیہ وسلم سلمان صدقاء قلول یامان ابو بقر الصدیق بیان شاہ سلمان حکامی امام قابس امتجاب صادق قاجا جیب وستعفی ابو الحسن دبو علی بیانے تیوسف حمدانی عبدالخالق قاجا علی فہم شاہ محمود امکانی عزیزان علی تیبا باسما سمیق الانسانی شاہ بہادین نتر بخانی و محبوب قرامی سید محمد یاکوچر کی مہم اللہ محمد دائید رکشانی درویش محمد قاجا سنگی باقی بھدار آسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ محسوم محانی حجد اللہ اقبر محمد اشرہ شاہ بخانی حافظ جمال اللہ محمد حصافی ذلات الرائیم حضرت خاجا نور محمد تے فقیر محمد چھوٹائیں مہماری میں سکے جاما جنری کو لگ ماما حافظتن قریب پیارے محبوب قونہ نیاما سونا نام مبارک حضرت خاجا سوفی نواب و دین سونا جس نے نریے رب روشن گتا زمانہ سالا ایک نگر کرم بھی کردے حضرت خاجا سوفی محمد حصرم پیارا جس نے نریے رب روشن گتا زمانہ سالا بابا سنن شاہ تنوالا بابا سنن یا نالا اور میرا کام المشن حضرت خاجا سوفی نشد محمد حصرم جس نے نریے رب روشن گتا دامن ہمارا سالا بابا سنن یا نالا بابا سنن یا نالا صحبت مجلس بھی رمیل کردے آئے محرم راضا اور دین دنی دے کام تمامی فضلو سنوال انحال انحا اور نیاما بابا سنن یا نالا بابا سنن یا نالا بابا سنن یا نالا اللہ هم 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 على أرقص على أرقص على أرقص على أرقص على أرقص على أرقص إلا 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 إ على أرز 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 أرز على 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 أرز اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليك سلام عليك اشتركوا في القناة 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 آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اسinin دور كار صلص اس thirteen Clinton اللہ م weten انساء اللہ there will be a speech in English and Dutch for the local residents this particular personality I met over ten years when he was a wee child now he's big in every way he actually learnt زین مستاف on the lands of England and now he is back here to serve the people of Haran alhamdulillah I'd like to invite to the mic حضرت علامة سراج hijjadi himself to come to the mic and to deliver a speech on the مولد of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ناري تقبير ناري رسالة 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله المترجم للأيات التي قمت بها الله سبحانه وتعالى في القرآن قال اتقوا الله وابده إليه وسيلة now as we know we're gathered here today for a spiritual gathering to find a bond with Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved صلى الله عليه السلام والسلام how we do this is with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala says اتقوا الله وابده إليه وسيلة this is في الله Allah says in the Qur'an في الله وابده إليه وسيلة and then go find a وسيلة Allah says vrees Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an and ga een وسيلة zoeken wat is een وسيلة? wat begrijpen wij vandaag met de woord, de term وسيلة? de term وسيلة is een hulpmiddel maar waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd zoek een hulpmiddel en dan vrees op Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala heeft het in een bepaalde volgorde gezegd zodat wij van deze ayat de karima kunnen begrijpen dat altijd we gaan zoeken als wij een hulpmiddel gaan zoeken dat het op de juiste manier is van de Qur'an en de sunnah als Allah subhanahu wa ta'ala had gezegd ga eerst een hulpmiddel zoeken en dan vrees Allah subhanahu wa ta'ala wij als mensen wij hebben een richtlijn nodig wij als mensen hebben altijd een idool gehad en dat was de soer aleyh salatu salam omdat wij in werkelijkheid op een rohani op een spirituele manier is het altijd mogelijk om bij de soer aleyh salatu salam te komen maar in werkelijkheid komen wij nog niet of kunnen wij niet wij zijn niet kapabel om bij de soer aleyh salatu salam terecht te komen dan zijn wij radeloos als wij Allah subhanahu wa ta'ala willen vinden en de soer aleyh salatu salam is niet meer bereikbaar op zo'n manier dan hoe gaan wij de juiste basila vinden daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala de deur van wilayit open gelaten maar de deur van de boer dichtgemaakt profeetschap de deur is gesloten er kan geen profeet meer komen maar awliya-i kraam de vrome mensen van Allah subhanahu wa ta'ala die blijven komen tot Qayyamit inshallah en ze zullen blijven komen om ons te begeleiden op hun eigen manier het maakt niet uit hoe het wordt gedaan in welke silsila de ene doet het met zikr de andere doet het met fikr maar het maakt niet uit hoe het wordt gedaan maakt niet uit zolang wij bezig zijn met de zikr en fikr van Allah subhanahu wa ta'ala dan zullen wij een band kunnen creëren met met hem zonder de zikr en fikr van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen we niks bereiken alles wat wij vandaag op aarde hebben zullen wij hier moeten achterlaten behalve onze amal onze goede daden onze goede daden zullen ervoor zorgen dat wij inshallah ta'ala in jennet terecht te kunnen komen ala allah subhanahu wa ta'ala says in the foran it's the full bar of the huilai wasida he says fair on loss of mama ta'ala and then find them was in the last one and I'll spot it in this order إننا لتفهم چっち لتعرفنا نعم بجد ان نجد الإسلام نعم بجد أن نجد الإسلام لكننا نحن بجد من الناس ونجد نصبح لدينا قبل and that idol was Huzur is Huzur but always will and always will be Huzur but physically to reach Huzur is not possible anymore on a ruhani base it's also possible but to gain spirituality we need to have the right hidayah, we need to have the right guidance and with this right guidance we can only seek from the Holy Ayyad with the beloved people of Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala's friends dus als wij een juiste wasila willen vinden als wij de juiste gebruik willen maken van onze silsila's van onze masha'ik onze piersa's als moeridin om elke stap die wij maken om te genieten van die stap naar Allah subhanahu wa ta'ala toe moeten wij weten wat islam is zolang wij niet weten wat de basiskennis van islam is zullen wij nooit volledig genieten wat spiritualiteit inhoudt in een andere vers voor degenen die hier een aantal dagen terug waren met de oers van Ezra Chahun Rani Siddiqui rahmullah had ik ook een vers naar voren gehad en die was Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala als wij dat doen in onze dagelijkse leven in praktijk met istikamen met standvastigheid zal Allah ons gerust stellen in onze hart zal Allah ons vrede schenken in onze hart Allah subhanahu wa ta'ala zegt when we keep us busy and keep ourselves busy in practical in our practical daily basis for with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala then Allah subhanahu wa ta'ala grants us peace in our hearts whether it's a time of sorrow whether it's a time of happiness we should always remember Allah subhanahu wa ta'ala not to forget the reason why we are here the reason why we are created was because of Rasulullah alayhi salatu wa salaam now people would say how would you put a link hoe kan je die twee met elkaar een link geven een connectie geven de reden waarom wij zijn gecreëerd is wegen het huzul alayhi salatu wa salaam maar met de zikr van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen wij genot vinden in onze hart vrede rust hoe zetten wij die connectie die connectie die zetten wij zo en dat is met deze vers van de Koran waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt oh mijn rasul oh mijn habib kun zeg tegen deze mensen in kutum tuchibbon allaha fatta biyouni yohbib kumullah als jullie oh mijn habub als jullie willen dat Allah subhanahu wa ta'ala van jullie gaat houden fatta biyouni volg mij elke handeling elke voetstof die ik maak أجل أن تسأل الإصابة أجل الله سبحانه وتعالى ومن العات polygon بإمهام الله سبحانه وتعالى على أسساله أساني بس الله العرشرك أساني شادبو الشرف الله سبحانه وتعالى wingtanto كما يتعلق هذا الناس ويضا نحن 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 ويقضت أن يجبه ونحن نحن 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 ويضاء السلام الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنساء إلا لعبادون أعادتكمكم السنة لكما Ibadon لكني يسيل مع الله أكبر فيتهج من الله لطمنا الأفضلها بالموضوع من الله سبحانه وتعالى لكي يوقد تكون الكونات بكي يجل أفضل الله ثُبهانه وتعالى وأنا أضمنى أضمنى الأمر لم يكون لديناه على العivel الشريات مرد دمر bump اصال أصبحت لا يرى أن ترى أن نشجر لطفة لا يرى أن نشجر لطفة أن ترى لي كذلك إذا كان عندما يدى لكن ادخل إلى البيض من التعييه يوضبت بجيه يوضبت بكيه ممتتتتح انتتتح انتتتح كذلك مع المسيلاة للشيوخ مع المسيلاة للأولياء ويقوموا لذا ما يجب أن نعود لن أعود إلى اللغة المسيلاة لأنه سيكون سيكون الله سبحانه وتعالى لا يجب أن نعرف إذا كان لنا إنه يقول لنا لدينا ذكر كل يوم كل يوم صحيح كل يوم كل يوم كل يوم ذلك عربي ويبارك في هذا المساعد كلنا من نفسنا تحديد نفسنا كلنا من نفسنا تحديد نفسنا مع الشيوخ ومع أولياء الكرام ومعهمهم ومعهمهم في طريقهم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لاحقاك معنا olutة سبحانه وتعالى أين نحن سبحانه وتعالى سبحان الله لاحقاك أين نحن الله سبحانه وتعالى سُفه simple مَي مَحْبُوب الأسئلة مَاكْثِ Ruconم hamm والأمام بوب يغلق gods euch وغلق بِنَس مِّولَ إذا أردت أن يجب أن تعرف بأنه حدثت في مجلس إنه إصبحت في مجلس مكتبات إذاً يجب أن تعرف بأنه حدثت 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 إذا أردونا كيف ش Bodger صلاة 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 وعيش رضي الله أعطان إذا أردونا كيف شرك نتعلم عن حزر داتا بيهجبيري رحمه الله أرسالنا أردونا کتاونا وأيضاً ما تتعلم هذه العيوان كلمة فإن السرطليل من يموناه ملوطة اسلام ولكن without the right guidance فالمبتده لن يجبه الله سبحانه وتعالى give us all the tawfiq to embark on a spiritual path may الله سبحانه وتعالى make it all easy for us to find الله سبحانه وتعالى and make a strong connection with his Mahbub صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جزاق الله خير رب العالماء محمد شرع سراج حجالي سبحانه وتعالى for his words of wisdom may Allah سبحانه وتعالى give them steadfastness in serving the communities within Ireland now inshallah to continue with your praise poetry in the barakah I would like to invite my brother who has been very hospitable towards the shaykh and the blessed son and running around whatever needs to be done in terms of bringing these kind of albums together and letting you know what the message is that we're trying to bring forth he's been there alhamdulillah I'll have to invite brother Tahir Khadiri sahab to come to the stage and to present praise poetry in the barakah wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam na'ayhi wa sallam na'ayhi wa sallam yaa sallam na'ayhi wa sallam yaa sallam shahri sallam sallam na'ayhi wa sallam na'ayhi wa sallam shahri sallam na'ayhi wa sallam na'ayhi wa sallam mishka عشق مصطفى جس کے سینے میں عشق مصطفى جس کے سینے میں وہ جہاں بھی ہو مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم عشق مصطفى قائق چراغ روشن عشق مصطفى قائق چراغ روشن اللہ صلی اللہ علیہ گیا اور اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم تو ایک نظر مجھے پہ بھی ہوتا جا شفاعت بعد ایک نظر مجھے پہ بھی ہوتا جا شفاعت بعد ایک نظر مجھے پہ بھی ہوتا جا شفاعت بعد تیرے صدقے صل اللہ تیرے صدقے میرے اللہ سے ملنے وعدیں تیرے صدقے صل اللہ تیرے صدقے مل کر تیرے صدقے میرے اللہ سے ملنے وعدیں اور صاحبیں کن فیقن باعث تقدیر رے قدیر صاحبیں کن فیقن باعث تقدیر رے قدیر تیرے قربان صل اللہ تیرے قربان نا خدای کی حکومت والے اور تو ہے محبوب بے خدا تیری ہاتھ ہو میں سب تو ہے محبوب بے خدا تیری ہاتھ ہو میں سب میری بگری بے بنا دے یو ید قدرت بعد اور آخری حشر میں جب یہ کہیں گے سبی نفسی نفسی بخشوائیں صل اللہ بخشوائیں گے محمد جو ہے محمد جو ہے محمد بعد حشر میں جب یہ کہیں گے سبی نفسی نفسی بخشوائیں گے یہ محمد جو ہے امت بارے ایک نظر مجھ بیری ہو تاج شفاعت بارے تیرے صدق سل اللہ تیرے صدق میرے اللہ حز مرنے بالے انشاءاللہ مست Level 20 Schwab الذي يعطون كما في فعل جلبات تقافه أهمophَن العجب مستبدأ لك فهو جيد لأننا هنا مجتمع ويشكون هنا ويشكون هناك فهو جيد إذا لم تقلقناه الحمدلله سوما الحمدلله فمن أجلنا ومن أجلنا ومن أجلنا وقصنا مجتمع بالحضر الشيخ مرسولة وموظم ولكن ما فيه يجب الشيخ أجل من أجلنا الذي يجب أن يسأل الله ويسأل الله عنه ويسأل الله عنه ويسأل الله عنه حضر خيجي سوفي محمد أسلام صلى الله عليه وسلم الحمد لله لكي أبداً على حضر شرك سوفي محمد أسلام صلى الله عليه وسلم ها من فكستان ويأتي إلى بارن shores من الأنسان ويأتي لم يكن من منذ مرزي منذ فكرة ليس مثلنا نجد من العودة ويأتي إذا كانت تعلمنينيني مكتب بأس من الجدة فهمت بأسنان والله وسلم سوفي محمد أسلام صلى الله عليه وسلم بذاء الخيجي بذاء لأنك لك سؤالي في مجرد ما فيها هذا في مجرد فيها جميع مجرد ومنذها في مجرد حتى جدا في جداً ومن ثم في المنزل من أجل العامة سيكمتوا في العامة المنزل للأجل ونظروا في الوصول كيف تجعل الناس إلى الديان أنظروا في العامة من البلدان ونظروا فيها مجرد بلدائش and they've left it in because they've come to earn money they've been able to come off they don't know in terms of Salah and Taharad and this was why was selected because they have steadfastness they were given a mission by their share for the fire to be Muhammad Nawabuddin of Mawrish Qajrat Pakistan and says go with you for you have been approved in the court of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and I say not so long ago that there was a reason that we are here had a special bond with a chef a very beautiful a very special bond and they were what we will say the chosen representative the chosen Khalifa to take the work forward and in terms of sacrificing their life their money their effort giving invitation to people to come to the zikr of Allah they will not waste one moment and on one particular occasion in Leeds where Qibla Hadza sahab reside there was a program of Mawr al-Nabi and Shani Sayyidina Siddiqui Akbar and once the maful had completed Grand Sheikh were going back to their car to go back to where they were living which was in Blackburn at the time and they turned they were they spoke very little but the Khayr Asul Muhammad Asul Sahab Rahmatullah Sallallahu Alaihi spoke very little but when they did that in reality they didn't need to speak much because in the heart when they spoke when they looked at somebody the transference was within the eyes this is what Khayr Asul Muhammad Asul Sallallahu Alaihi used to do they never speak very very little if at all and when they did used to speak they had so much oceans of mouthful within that what they had said and I was saying that on one particular occasion after the mouthful they were in a very spiritual good place and they turned and they said to Qibla Hadza sahab the Sheikh that my spiritual works will be there from the last day the last hour and then they said to Qibla Hadza sahab here I'm also looking that my faizan will spread throughout all of Europe even that it will hit the land of America and Canada and Qibla Hadza sahab who are very humble in their own way as a loving son would say to their father who is going to take this message of yours that you speak of because going back twenty twenty five years ago when the shaykh Grandsheikh Rahmatullah spoke of this they were all their devotion was to the shaykh and nothing else and Grandsheikh may Allah fragrance their illuminate soul further still looked at their shaykh looked at their son with the beautiful stern eyes and they said that you my son will take this message to the land of Europe to Canada and America who else and the shaykh dropped at the feet of the shaykh Grandsheikh Rahmatullah and Grandsheikh lifted them up and said my son I will not see it but I tell you that you will see the day when my faizan goes to the land of Europe and alhamdulillah so alhamdulillah we've just come from France we're spending three days here now in Holland we will now go forth to Germany from that we'll go on to Italy there was also a plan of going to Norway Denmark and also to Sweden and also this island plan as well and this is someone from from somebody who spoke very little but what it was that he had a connection to the court of he spoke very little but he had the ability to see I cannot wait for the future and tell you where my faizan where my spirituality message will get to and they also said that my son you will be the one who takes this message across may Allah subhanahu wa ta'ala give my shaykh and all the leading men of who do his works give them the long life because it's through these men that will change our fortunes they will take they will take us to the court of Siyad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam there are mentors that they have throughout the whole of the United Kingdom you know there's youngsters that come to their court who are stuck in dunya whether it's through drugs alcohol they don't listen to their parents they do nothing that they do all these things which are away from the personality and the character and the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam but they come here once to the shaykh's company whether they have association nisbet or not if they come there with sincerity the view of the zikr of Allah sallallahu alayhi wa ta'ala they go away they feel intoxicated that they feel tranquility and some even say that I had a ziyarah of the prophet of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and you know what Aga sallallahu alayhi wa sallam has said that anyone will see me and on that day I will intercede for him it's through the link of the shaykh alhamdulillah through the men of Allah that we will be able to better our life so I say to all of you for those who don't have nisbet with a man of Allah step forth and make that connection because you and I do not know when our last name will be only he knows and we should come forward and basically guarantee ourselves some form of a good future in this life and some sort of a nor in the grave where it's going to be the the darkest of all darkness so inshallah now stepping going forward I would like to invite the blessed son of my shaykh who has such a melodic and beautiful voice inshallah I'm sure you're all here now and I'm not going to say what they're going to read that's their choice I will just humbly request that they come to my mind and inshallah there's something in the core of the shaykh in opposition to this tribe and the mountain I protested for him in opposition to this tribe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نجينم of Naad and salawat in the call of Rasulullah صلى الله عليه وسلم Brother Sajid al-Saddik sahab was just talking about our shayoukh our teachers and our Ustaad من سلسالية، نقشبندية، مجددية، أسلامية، أرشدية May Allah sanctify the souls of those who have left and preserve those who are amongst us. The great sheikh نقشبند البخاري شاهي كل says that the goodness is in the company and the blessings are in the gathering. الحمد لله, my brothers, that is what we have done today. We have done the zikr of the orad, the wazayf. And in Al-Bukhari, Rasulullah ﷺ says that the similitude, the similarity between he who is living and he who is dead is like he who remembers Allah and he who does not. May Allah give us the strength and tawfeeq to stay within these gatherings. But ultimately, my brothers, what I am trying to say the purpose of this life is not just to skimp and scrape day by day. We can all, we all know as Muslims we have iman and for the guna, for the sins that we have done when we die Allah will punish us and at some point we will inshallah end up in paradise, end up in jannah. However, the men of Allah their standard is not just to get past this life. Their standard is in this life to see Rasulullah ﷺ with the eyes of their head. And this, my brothers, is true success. Sayyidina Ghawthul A'adham radiallahu anhu wa rahmatullahi alayh says that the mas'ala is if you have a photo, a picture of somebody, something living in your house, you cannot pray salah within that room. The ulama are here and I'm sure they will correct. and you cannot pray salah where there is something that is representing something living. The angels of Allah will not descend into that room. So he says that you want the love of Rasulullah ﷺ. You want Allah to love you. But Allah says that in man's heart there can only be one kind of love. Either it is the love of dunya or it is the love of Allah and his habib ﷺ. Which one is it going to be? Because Allah's love and the love of his habib is nothing but pure. Complete purity. So where there is anything else there is no scope or capacity. So he, O Salaam says that if a tasveer is there Allah's angels will not descend into that room. Then he says how do you expect marifat? How do you expect Allah to come into your heart when you don't have one tasveer? You don't have one picture or photo. You have every Hollywood, Bollywood actor in your heart. You have every musician, every footballer and every major celebrity within your heart. We have these in our heart. He says remove these, take these out and then Allah's rahmah will come into your heart. We can't do this on our own brothers. Wallahi, we see many brothers who go to the masjid, we see many brothers who do the zikr two months, six months, a year, two years. somewhere down the line, we see that he's back in the club. We see he's back in the pub. He's with the women, he's with the women, he's with the cars, he's with the music and everything else. And why is that also? Because Ash-Shahikul says that the greatness and the blessings is in the halakha. It's in the brotherhood. So the day I form weak, I become weak, my fellow brother will say, you don't go to the pope, let's go to Rab, let's go to Allah, let's go to the masjid, let's go pray our namaz. This is true friendship, my brothers. Everything else is dunya, everything else is material. So if we wish to have the ziyarah of Rasul Allah and by Allah, there is no one more haseen or jameel than Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. As Murtarim respecter Bala Lama sahab has already alluded to, Allah says, fear me and seek wasila. Seek good friendship, seek good connection. And also in this day and age, it is only the awliya Allah, the righteous scholars who can connect us to Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. So without further ado, inshaAllah An-a-jee will present a few verses to take us to Madinah of Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. If we see the ish, the love of Sayyidina Imam Malik it blows our mind that how can somebody do these things in love of Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. Ish is such a thing you become intoxicated, you lose your mind. These are the great imams, today everything is shirk and everything is bidha. However, we see when these great imams express their muhabbed for Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. I just simply pray for the sadaqah of our nisbah and our shayyukh. Allah grant us just one drop of the true ashik of Rasul Allah sallallahu alayhi sallam. So if all of you join me in presenting the rud and salaam in the court of Rasul Allah sallallahu alayhi alayhi khayyukh. اشتركوا في القناة بڑئے صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حمدِ ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی آقا ہمیں بولائیں گے آقا ہمیں بولائیں گے اور مرشد کے ساتھ جائیں گے آگے نہیں تو کل سے ہی پڑیے صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حبیبِ نا صلی اللہ حبیب نہ تکنی اشتركوا في القناة 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 انشاء الله اشتركوا في القناة 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 فبلد مقاصدنا اغفر لنا ما مضايا وسعا يا ربي مولا يا صالي وسلم دائما عرادا على عبيدك خير الخلق كلهم بسم الرضا عن أبي بكر وأن أمارا وعن علي وأن أسمان ذلكرمي بسم الرضا عن أبي بكر وأن أمارا وعن علي وأن أسمان ذلكرمي مولا يا صالي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الرضا عن أبي بسم الرضا عن أبي بكر وأن أمارا بسم الرضا عن أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الرضا عن أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الرضا عن أبي بكر خلق كلهم بسم الرضا عن أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الرضا عن أبي بكر وأن أحساسي ترجمة نانسي قنقر 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 أنت هاد وصفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سلامت اللہ علیکا سلامت اللہ علیکا ترجمة نانسي قنقر سلامت اللہ سلامت اللہ علیکا ترجمة نانسي قنقر سلامت اللہ علیکا سلامت اللہ 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 قابعی تمتابعی شہداء کربلا شہداء بدر شہداء عود شہداء پاکستان کی ارواح پاک کو پہنچا حضور الرئیس صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواج متحرات اور آپ کی اہل بیت کی ارواح پاک کو پہنچا خانگان نقش مندی تشتی قادری سوروردی نوشائی رجبی اشرفی شادلی وارسی ان تمام بزرگان دین کی ارواح پاک کو پہنچا دی جمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاخیائی بنہم والمواد کی ارواح پاک کو پہنچا حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی شعباد لا مکانی حضرت شیق سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدین شریفین مریدین موتقیدین متوصلین تا قیامت ان کی ارواح پاک کو پہنچا دی چاروائی ماہ ہمارے اساتیدہ والدین پیرو مرشد کی ارواح پاک کو پہنچا کر ان کے درجات کی بلندی حاضرین محفل کے جو رشتے دار ایمان کے ساتھ دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں سب کی ارواح پاک کو پہنچا کر سب کو بھری کے رحمت فرما جوالِ رحمت میں جگہ عطا فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما ہمارے جملہ گناہوں کو معاق فرما جملہ لے کییں قبول فرما ہرانے والی منزل آسان فرما اے مولا قرین بیماروں کو تندرستی عطا فرما شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما قبلہ صوفی صاحب دامت برکات و ملالیہ کا سایا تعدیر اہل سنت و جماعت پر قیم و دیم فرما ان کی اور حاضرین محفل کی زندگی میں عمر میں رزق میں مالو جان میں ایمان میں سید میں برکت عطا فرما مولا قرین آپ کا فیض اور قبلہ صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض تا قیامت پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری فرما مولا قرین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما پاکستان کی افادت فرما پاکستان کی سردوں کو مضبوط فرما ہم سب کو مدینہ پاک اور قیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما قبلہ صوفی صاحب دھامت بھرکات و ملانیہ ان کے رفاقات یہ دینی سفر کی اندر ہیں مولا قریم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کا یہ مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمی سبحان ربک رب عزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین